من شوي وصلني هذا الـ SSD اللي بدي أستخدمه لحفظ ملفات الفيديو أثناء عملية المونتاج حفظ مؤقت قبل ما أنقلها للهارد الميكانيكي البطيء بس واجهتني مشكلة أنه وقت اللي بحاول أني أفتحه بالفايل Explorer إما ما كان عماله يتعرف عليه فإذا حاولت أني أفتحه ما رح يشتغل هات طبعا بحالة الـ PCMAN FM وعلى الـ Windows Manager اللي عندي وعلى الـ GNOME كان عماله يطلب مني كلمة السر طبعا هاي المشكلة أغلب الناس أكيد رح تواجهها وقت اللي بتكون عمالها تتعامل مع الأقراص الداخلية مع مالي أحكي على أي فلاشة أو أرس خارجي الأقراص الداخلية كل ما تيجي لأنك تفتح هات الأرس رح يطلب منك كلمة السر طبعا هذا الوضع غير عملي ولازم يكون فيه طريقة لإني حل هاي المشكلة فلحل هاي المشكلة رح نعمل عملية ماونت لهي الأقراص سواء هذا الأرس ولا الأقراص التانية أثناء عملية الإقلاع باستخدام ملف الـ FS Tab هاي الطريقة رح نستخدمها لحتى نثبت الأقراص الداخلية نعمل ماونت للأقراص الداخلية وإذا كان فيه عندك جهاز ناز أو التخزين المتصل بالشبكة كمان عن طريق ملف الـ FS Tab بتضيف هذا الجهاز أو الشيرز الموجودة عليه بشكل أوتوماتيكي لحتى ما تكون مضطر أنك تدخلها كل مرة بدك تستخدم الـ NAS فهلأ الخطوة الأولى لازم أني هيئ القرص أعمله عملية فورمات وإنشئ بارتيشن جديد عليه لحتى بعدين شوف كيف رح تضيفه بالـ FS Tab فهلأ أنا رح استخدم الجي بارتيد طبعا إذا بدك تعملها من الترمنال اللي عملها بدك تعملها من البرنامج الخاص من الديسك الخاص بجنوم أو من الـ KDE بلازما بس أنا رح استخدم الجي بارتيد هلأ رح إيجي لهذا القسم ومثل ما أنا شايف هلأ أنا بعرف أنه حجمه اللي هو 480 جيجا فهو هذا القرص الثاني الـ SDA رح اختاره رح إنشئ أول شي بارتيد رح إيجي للديفايس ورح إيجي له Create Partition Table بدي أعمله يكون كي GPT ورح إيجي له Apply وبعدين رح إيجي لزر إضافة Partition جديد شو هو الفايل سيستم اللي بدي أختاره طبعا أنا رح إنشئ بس Partition واحد لياخد كامل الحجم إذا بدك تعمل أي أكتر من Partition فممكن أنك تعمله هلأ الفايل سيستم اللي بدي أختاره طبعا أنا هون على الجهاز ما في عندي غير نظام Linux ما في عندي Windows أما إذا كنت بدي أستخدمه مع Windows فرح إيجي للفايل سيستم واختار الـ NTFS لحتى يكون قادر لحتى يكون قادر إني استخدم الـ Hard عن نظامين إذا كنت عارفان إنه ما رح إستخدمه غير على نظام لينوكس فممكن إني أختار إما الـ EXT4 أو الـ BetterFS أنا رح روح مع الـ BetterFS لأنه مثل ما حكيت ما في عندي غير اللينوكس رح إلو Add وبعدين رح إضغط على زر الموافق طبعا لو كان بدي أعطيه أي اسم فممكن إني سميه هلأ رح إلو Apply هلأ هيك ما نكون خلصنا طيب رح نسكر LG Parted هلأ بعد ما خلصت من الـ G Parted رح إفتح Terminal وضمن الـ Terminal رح أقل له LSBLK هلأ مثل ما شخنا بالخطوة الأولى بالـ G Parted كان اسمه الـ SDA وهلأ الـ Partition صار اسمه الـ SDA واحد هلأ هاد الـ Partition أو اللي هو الـ Dev SDA واحد أنا ممكن إني أستخدمه مباشرة بالـ FSTAB بس المشكلة إنه هاي الأسماء الـ SDA واحد SDP واحد SDA ما لها أسماء ثابتة فأنا إذا ضفت هارد جديد إذا حزفت هارد إذا ضفت إذا شبكت فلاشة إذا شلتها فهي الأسماء ممكن إنها تتغير فالحل الأفضل إني أكتب الأمر التالي Solo BLKID هلأ بهذا الأمر رح شوف إنه عطاني الأرص اللي هو الـ SDA واحد جنبه عطاني نفس المسار اللي هو الـ Dev SDA واحد بس كمان عطاني الـ UUID اللي هو هاد الكود اللي موجود ضمن الـ Quotation Marks هاد الـ UUID هو عبارة عن كود خاص عن كود وحيد يونيك خاص بهذا الـ Partition أو بهذا الأرص وما بيتغير أبداً فأنا رح استخدمه بدل المسار الكامل هلأ هاد الـ Hard لازم إني أعمله عملية الماونت على نقطة محددة بالنظام فأنا رح يكون لازمني مجلد هاد المجلد ممكن إني أعمله وما كان وإذا في عندي مجلد موجود موجود بيستخدمه بس يفضل إني حط هاي الأراص الصلبة أو الميكانيكية أو الـ SSD إني حطها إما ضمن مسار الـ Slash MNT أو الـ Slash Media أنا رح حطه ضمن الـ Slash MNT فهلأ خليني أفتح تيرمين الجديد رح إجي إلى الـ Slash MNT ورح قل له سودو طبعا هاد لازم يكون مع سودو لأنه هاد المسار من مسارات النظام رح قل له Make Deer ورح سميه SSD طبعا اسم Very Original خليني أحطه Capital Letters فهلأ رح أعطي كلمة السر وطبعا هاد المجلد بحالته الحالية ما في عنده صلاحيات قراءة أو كتابة لأنه مملوك من قبل Root User فأنا لازم أني غير صلاحيات أو غير المالك لهاد المجلد فرح قل له Sudo CH On هشام كمان هشام الاسم الأول هو الـ User والاسم الثاني لا الاسم الثاني رح يكون Users اللي هو الـ Group أنا بدي هاد المجلد يكون مملوك من قبل المستخدم هشام وكل المستخدمين اللي موجودين ضمن مجموعة يوزرز لمين للـ SSD طيب هلأ صارت قادر أني افتح ملف الـ FSTAP فرح قل له Sudo NVIM أو الـ NeoVIM أو الـ VIM ATC FSTAP الآن ضمن هاد الملف أنا شايف أنه already في عندي ملفة في عندي أصطر موجودة اللي هي خاصة بـ Partitions النظام هلأ أنا بدي ضيف Partition الأقراص الجديدة اللي ضفتها أو القرص الجديد اللي ضفته فرح ايجي ضيف سطر جديد رح قل له UUID يساوي رح ايجي للـ Output الخاص بالـ BLKID ورح أنسخ الـ UUID اللي كان خاص بالـ SDA1 رح اعمل عملية نسخ ولسق بعدين رح أعطيه Space ورح أعطيه الماونت بوينت اللي حطيتها اللي بدي أعمل عملية الماونت عليها اللي كانت MNT وكانت SSD بعدين Space هلأ بدي أحط شو هو الفايل سيستم الخاص بهذا Partition نحن كنا عملينه PTRFS بعدين رح قل له Defaults 00 آخر ثلاث أرقام الـ Defaults 00 هاي الأرقام أو المعطيات ما رح غيرها رح خليها على حالها هلأ بعد ما خلصت رح نحفظ هذا الملف ونطلع منه هلأ رح قل له Sudo Systemctl Daemon-Reload وبعدين رح قل له Sudo Mount-A هلأ يفترض أنه يكون القرص صار موجود وما عد في داعي أني حط كلمة السر أو أنه يعطيني error الوقت اللي بدي أفتحه خلينا نتأكد من هاد الكلام إذا قلت له LSBLK رح شوف أنه الـ SDA1 صار معمل له عملية الماونت على الـ SSD هلأ إذا جيد وفتحت PCMANFM PCMANFM هلأ رح شوف إذا جيت لـ الـ Devices ما في عندي أي شيء إذا جيت لـ Kingstone هاد ما بديها لسا ما له شغال ولكن لو جيت للـ File System وأجيت للـ MNT وأجيت للـ SSD رح شوف أنه صرت قادر أني استخدمه خلينا نعمل فولدر جديد هلأ لو كنت بدي أني أعمل عملية الماونت لأجهزة الـ NAS أو إذا كان في عندي سيرفر منزلي عامله به بالـ Samba مثل ما شفنا بأحد الفيديوهات فلازم يكون في عندي أول شيء لازم أني أعرف شو هو IP الجهاز اللي عمالي استخدمه أو جهاز الـ NAS الـ SIFS-UTILS فرح قل له sudo dnf install sifs-utils إذا ما كانت مثبتة فبتثبتها طيب رح نرجع لملف الـ FSTAB فرح قل له sudo nvm at cfs tab ورح يأتي لبعد هذا السطر رح قل له slash slash رح حط الـ IP للجهاز الخاص لجهاز الـ NAS وبعدين رح حط الـ SharePoint أو الـ Partition اللي موجود على جهاز الـ NAS فأنا لأقول أنه في عندي الـ Data طبعا هذا الكلام ما رح يشتغل لأنه هاي الأراسة اللي أنا حاليا شغال على هذا الجهاز وما لي متصل بأي جهاز الـ NAS كنت بدي أعمل هاي الخطوة على اللابتوب بس للأسف البطارية حاليا ميتة فما له شغال المهم الخطوات رح تكون متشابهة طيب بعدين رح أرجع كمان لازم أني حط الـ Mount Point فرح تكون لو قلنا أنه في عندي هاي الماونت بوينت اللي بدي أستخدمها بعدين بدي أحط شو هو الـ File System بحالة أجهزة الـ NAS رح يكون هو السيفس أو بحالة بروتوكول سامبا رح يكون هو السيفس اللي هلا نسلناه من شوي وبعدين رح قل له UID يساوي رح حط اسم المستخدم بعدين رح حط فاصلة و رح قل له Credentials يساوي رح أعطيه مسار و هلا من شوف شو هو هاد الملف رح أعطيه سلاش هوم سلاش هشام دوت اسم بي Credentials وبعدين رح قل له IO شار ست يساوي UTF ثماني بعدين صفر صفر فهي هاي الصيغة طبعا الـ UID أنا حطيته لحتى يكون في عندي إمكانية قراءة و كتابة والـ Credentials هاي بتستخدمها إذا كان جهاز الناس عندك محمي بكلمة سر في عندك يوزر نيم و كلمة سر خاصين بهذا الجهاز هدول وين رح نجيبهن فرح أحفظ هاد الملف رح أرجع لمسار الـ Home لإني أنا الـ SMB Credentials بدي حطه بهذا المسار أو عرفته يكون ضمن الـ Home Directory فرح أنشئ ملف جديد رح سمي دوت SMB Credentials و رح أفتحه هون رح يكون في عندي سطرين السطر الأول User Name يساوي رح حط اسم المستخدم والسطر الثاني رح حط له Password يساوي و رح تحط الباسورد اللي خاصة بجهاز الناس وليس باسورد هاد الكمبيوتر أو هاد المستخدم بهذا الشكل رح يكون عندك أجهزة الناس صارت متصلة ووقت اللي بتعمل إعادة تشغيل رح ياخدها وبالنسبة للـ Hard الإضافي اللي ضفناه حالياً كمان رح يتعرف عليه وما في داعي لأي باسورد أو أنه يعطيك أي إيروز طبعاً هاي الطريقة ما لازم أني استخدمها لحالة الأقراص الخارجية أو الفلاشات لأنه إذا ما كان القرص الخارجي متصل وقت اللي بيعمل عملية تشغيل الكمبيوتر فالكمبيوتر رح يعمل حلقة ما رح يقلع أبداً وبالأخير ممكن أنه يعطيني إيرور أنه فيه غلط إما بملف الـ FSTAB أو ما قدر يوصل للمونت بوينت إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا ضغط زر الإعجاب وبأمان الله اشتركوا في القناة